تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالونا سياسيا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات يناقش الصالون عددا من المحاور أبرزها التعريف بوثيقة ملكية الدولة وأسباب إصدارها وأهميتها إلى جانبي الإجابة على التساؤلات حول مزاعم تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي بشكل كامل مستقبلها